محمد العرب صديف محمد النني طبعا محمد العرب استضاف نجم مصر ونادي المقول العرب السابق ونادي الارسنل انجليزي الحالي خلال زيارته للناشئين زي ما حضراتكم شايفين اهو طبعا ده المونس محمد عادل عدار خد مش كده جماعنا مش شايف من هنا بس ما علينا يعني محمد النني احد طبعا نجمنا اللي مشرفنا في اوروبا عن طريق نادي الارسنل وقال ان معظم المداربين في الناشئين ضربوني وشرف لي ان يكون موجود في بيتي انا لعبت المنتخب مصر من خلال نادي المقول العرب وخط تجربة احتراف عن طريقه لذا اكن كل التقدير واحتراف من نادي المقول العرب حاجة جميلة جدا عن نني وحاجة محترمة ان محمد النني يستحق الكثير والكثير زي وزي صلاح نحية دول صفراء يا جماعة ربنا وفقه من شاء الله بإذن الله بإذن الله تريزي جي وسافر الى تركيا لابرام او اجراء الكشف الطبي لانضمام لان شاء الله طرابزن التركي كان ايمان عبد العزيز النجمين اعتقد واحمد حسن لعبه في طرابزن اعتقد اللي امتخن الزاكرة يعني هو طبعا توصل ادارة ترابزن مع نادي ااستون فيلا على كل بنود الشخصية بالنسبة لتريزي جي وباقي التوقيع وصفقة رابحة ان شاء الله بإذن الله لترابزن التركي ليفربول بيبدأ الاستعداد الموسم الجديد يوم الاثنين في الغياب محمد صلاح وحضور 19 لعب في تدريب وباقي اللعيبة حييجوا اتباعا وطبعا ليفربول حيواجه منشستا ويرونايتي بص بقى الجدول محطوط من انت بص يا جماعة الناس جدول الموسم خلص بدأنا احنا لنسة بنعمل الموسم اللي فيه والمصحف انا ببهمت حد انا نفسي اللي بقى كده نفسي والله انا 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 من اشد الناس اللي دايما بقول ان المصري ممكن يعمل كل حاجة احنا عدينا خط برليف يا جماعة احنا حطمنا خط برليف 73 اتكلم في ايه يعني احنا عملنا المستحيل في 73 اكتوبر 73 اه منشستا ويرونايتي حيلاعب لوفربول يوم 12 يوليو وكريستا البلس يوم 15 من نفس الشهر ولايبزيج في 21 يوليو وساليسبورج في 27 يوليو ده طبعا المشات اللي حيلعبها ليفربول في الفترة القادمة